أمر غير متوقع كشفه الفنان العربي المشهور لا سيما وأن ما قام به كان في الأردن وتحديدا في العاصمة عمال وهو أمر سبب حالة من الدهشة والاستغراب والتفاعل الكبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فماذا حدث؟ مغنى عراقي مشهور صدحت أغانيه في أغلب العواصم العربية وترددت كلماتها وألحانها في محطات الإذاعة ومشغلات الموسيقى ولم لا فصوته من أجمل الأصوات على الساحة العربية لكن هذا الفنان لم يحقق نجاحه وشهرته بين يوم وليلة بلخاض تجربة عسيرة جدا مر فيها بأمور وتجارب لم يكن يتخيلها أغلب جمهوره ومحبه إلا عندما كشف هو بنفسه تفاصيل بداياته وكيف حقق شهرته فقد كشف الثنان ماجد المهندس خلال لقائه في برنامج بيك تايم كشف عن تفاصيل عمله في الخياطة قبل أن يصبح ثريا أكد المهندس أن المال وسيلة وليس غاية وأنه وظفه في مساعدة عائلته وأقاربه وتحدث عن حرصه على الاعتماد على نفسه حتى لو اقتضى ذلك العمل في مشاريع بسيطة ذكر المهندس أنه كان يعمل في الخياطة في عمان بالأردن حيث كان يتقضى ثلاثين دولارا في الإسبوع أي مائة وعشرين دولار في الشهر وكشف أيضا عن محاولته تعلم العزف على الأود لكنه لم ينجح مما جعله يعتقد أن الفناء ليس له نصيب فيه أضف المهندس أنه كان يعمل في الخياطة مع والده وجده بينما يدرس هندسة الطيران لكن سرعان ما أدرك أن هذا ليس ما يريده قرر المهندس الالتحاق بمعهدي دراسات في بيت المقام العراقي حيث درس على يد أساتذة كبار في مجال الموسيقى وأوضح أن تطوره كان تدريجيا مما فصل رفض الأساتذة له في البداية أشار المهندس إلى أن أول من أشهد بصوته هي عائلته لكنه لم يلقى أي دعم من الوساط الفني في بداياته وبمجرد ما انتشر كلام ماجد المهندس حتى تفاعل معه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن ماجد المهندس رجل ألصاني يستحق الاحترام ل ولنشواره الشخصي والفني حيث لم يحقق النجاح بسبب دعم أحد لا أو لوجود الوساطات أو محسوبية وإنما لفضل اجتهاده وامتلاكه موثبة خاصة جعلته يتقن قلوب محبيه أما عمله بالخياطة فهذا أمر لا يسيء له بل العكس هو أمر يجب أن يكون مدعاة للمفخرة له لأن العمل ليس عيبا وخصوصا وأنه لم يكتفي بالعمل كخياط وقرر أن يطور من نفسه ليعمل بنهاية الأمر في الشيء الذي يحبه ويطربنا بالعديد من الأغاني المميزتنا ترجمة نانسي قنقر